هلو الله تنتيس سنة وشهر يناير على الابواب ومحمل بلعاب مختلف ورهيبة وهذه هي Assassin's Creed Chronicles India وهذا تعتبر جزء ثاني من ثلاثية لعاب Assassin's Creed Chronicles وهذه المرة تأخذنا الى الهند ورح تكون مثل اللي قبلها اكشن من التصوير الجانبي او سايت سكرولر تلعب شخصية مير ارزا وفي الصراع الداير بين برطية السيخ واليست انديا كومبني ومحاولة العثور على الماسة الشهيرة اللعبة هذي بتصدر في تاريخ 12 يناير على اجزة البي سي الاكس بوكس 1 والبي اس 4 Gun Home هي لعبة انزلت على البي سي من فترة والحين رح يكون فيها استار خاص لاجزة الكونسول البي اس 4 والاكس بوكس 1 طريقة اللعبة رح تكون بالمنظور الاول فكرتها استكشاف منزل كبير من غير اي هدف رئيسي بس كل ما اكتشفت اسرار اكثر تحصل على مكافأة وتفتح لك مناطق جديدة في البيت نسخة البي سي حصلت على تقييم عالية مصدور اللعبة يعني هي تعتبر تجبة فريدة من نوعها ريزنت ايفل 0 HD ريماستر واخيرا رح يقدرون اللاعبين انهم يلعبون واحدة من افضل العاب سلسلة ريزنت ايفل ولكن برسوم محسنة واضافة اطوار لعب جديدة واهمها طور ويسكر اللي خليك تلعب شخصية البت ويسكر الاسطورية والتحكم بكون مثل ريزنت ايفل 1 او خنقو ريزنت ايفل ريميك والحديث عنه رح يتوفر ايضا مع ريزنت ايفل في نسخة جمعية خاصة لمتاجر اسمها ريزنت ايفل اوريجنز كوليكشن ريزنت ايفل 0 HD ريماستر رح تنزل بتاريخ 19 يناير ورح تكون على اجزة الاكس بوكس 1 البي اي ستري والاكس بوكس تري سيكستي والبي سي اما ريزنت ايفل اوريجن كوليكشن رح تنزل يوم 22 يناير ورح تكون على اجزة الاكس بوكس 1 والبي اي ستفور والبي سي ماريو اند لويجي بيبر جام برادرز العشاق العاب الار بي جي وايضا عشاق العاب ماريو لكم وعد معلبة ماريو اند لويجي بيبر جام برادرز ورح تكون لعبة مغامرات وفيها عناص الار بي جي القتال رح يكون بهيئة التبادل الادوار لكن بنضاف له نوع من الاكشن جدير بالذكر بان هذه اللعبة تجمع شخصيات العاب ماريو الار بي جي في عالم واحد واللعبة رح تنزل تاريخ 22 يناير على اجزة الثري دي اس فانل فانتسي اكس بوكس جزء جديد من سلسلة العاب فانل فانتسي وبيعتمد على طريقة لعب الاكشن واسلوب اللعبة التعاوني بيكون في وظائف كثيرة للشخصيات وحوش استدعاء مشهورة واللي يحبون السلسلة تقدر تستخدم شخصيات من العاب فانل فانتسي المعروفين مثل كلاوت ورح يكون فيه قتال زعماء اكبار اللعبة رح تنزل تاريخ 26 يناير على اجزة الثري دي اس ليجو مارفل افنجرز محبين العاب الليجو على موعد مع الجزء جديد من هذه السلسلة وهذه المرة الثيم رح يكون عن مارفل افنجرز وتقدر تلعب شخصيات مثل ايرن مان كابتن امريكا وباقي الافنجرز هالمرة رح يكون اللعب من نوع العالم المفتوح ورح تنزل تاريخ 26 يناير على اجزة الاكس بوكس وان والبي اس فور والبي سي والوي يو والثري دي اس والفيتا ذو اتنس لعبة مغامرات والغاز جديدة تعتمد على منظور الشخص الاول في حل الغاز وهي من تطوير فريق ثيكلا اللي نفسهم طوروا لعبة للغاز المشهورة بريت ورح تكون مليانة الغاز معقدة والجديد بريت الذكر انها من سلسلة لعبة مست اللي تتعبر بالنسبة لي افضل لعبة للغاز لعبته ورح تنزل اللعبة تاريخ 26 يناير على اجزة البي اس فور والبي سي وهذه كانت العاب بالسنة او خنقول العاب شهر يناير قلوا لنا ايش الالعاب اللي عجبتكم وايش العاب اللي ناوين رح تشترونها في الكومنت وشكوا مرة ثاني فيديو اخر على قناة ترو جيميك مع السلامة